هل الموضوع المراهنات دا وتلمس في دول المحترفين ولا ما لمسه؟ ما حستوش ومش عايز احسه ما حستوش؟ ايوة ومش عايز احط في دماغي ان انا احسه اه عشان او شماعة انا ما بحب شماعات هقولك ليه؟ احد اللاعبين مش احد اكتر من اللاعب في دول المحترفين تحديدا قال لي بس اوف اير يعني ان دول المحترفين بيحصل فيه تلاعب كبير جدا بسبب الموضوع بتاع الابليكيشنز بتاعة المراهنات الاخيرة دي ام دول دوقتي انك ممكن تلعب في ابلكيشنز عالمية على ما تش اه بين بيزين الف وتويت الف جنيه بالزبط هو في المعب بيخده بتاعة تلاف جنيه خامس اه مسلا بالزبط كده بالزبط كده فانا حيصين الموضوع خطير عشان اللي انت قلته دا بالزبط انه لا قدر اللاعب اللي ممكن يتلاعب دا ممكن ياخد رقم كبير جدا بس اكيد عيبان يعني اقولي حاجة فيه لعيب انا فيه لعيب عندنا فيه لعيب ماسلا فيه لعيب ماسلا فيه لعيب جيب جوه في نفسها حاله هو ما تقدرش خوش في النية ما ينفعش حلو ما ينفعش خوش في النية هو ما انت عندك في الدولة ممتاز بيحصل كده طبعا انا بقولك انتاعتك كمان اصعب عشان مقابل المادي مش كبير بس ما مقدرش اقولك واجزم ان اما اشوف يعني الاصلاحات دي فيها سمعة وفيها وفيها طبعا عشان مسك حاجة مش اشغل بالي بيها يعني مش اشغل بالي بعيد عن الشغل اما انتا كل واحد ما هيجيب بيقول فيه نفسها هتجيبه هتقرره اما انتا لو شكيب لو كله بره بقى لو كله بره بقى ايه فيه لأ يا على مدار موسم كامل ثمانية وعشرين مباراة مسلا لا احنا نعمل سمعة وعشرين وره طريبا ثمانتاشر وتسعة سمعة وعشرين ما مره مره فيه مدربين يقولك انا لا انا محبش هلعب تحت انا افضل في الدوري الممتاز حتى لو ااخد فرق مش كبيرة حتى لو اشتغل المدرب مساعد انا ايه اللي خلينا نزل واتبهدل تحت يقولك نو نصا يقولك انا في الدوري الممتاز والدنيا متشافة والامور الامكانيات افضل فايلي خلينا نزل انت فكرت ازاي انا فكرت ان انا اتأخرت هنا انا فكرت ان انا بطول عمري بحب انا الادير انا اشغلت في اول وشغلت تانية وشغلت تالية وشانت الرابع في نازمك في الأول خدتك وفي الآخر عاك وتم بودل الفني الصحيح يا شرف يعني طبعاً فخدتها بكل تتاة عشرين سنة في التدريب من ألفين واحد خدتها بكل المراحل خدتها من تحت 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 فبقى خلاص أنا ما ينفعش حدت بقى فوق تحت دي أنا عم نتموح بلا حدود بس بالعقل بالعقل هتيجي أنا مش متسعجل أيوة هتيجي واحدة واحدة بس خير ربنا في كل قرار ليا ما عندش مشكلة متوكل عليه جداً جداً فببقى رايح أي حتة وأنا يا رب معاك أنا ما أنا خلاص شغلي أنا بكتحد